ذات مرة في عم صحار المملكة العربية السعودية كانت هناك عائلة من قطط الرمل تعيش معاً اشتهر الأب والأم بشجاعتهما وحكمتهما وكان أطفالهما مرحين ومغامرين كانوا يعيشون في وكر دافئ محاط بالكثبان الرملية حيث كانوا يلعبون وينامون في الشمس ذات يوم قررت العائلة الذهاب في مغامرة واستكشاف الصحراء الشاسعة لقدرت له جميع فروهم دل لون الرملي بما ساعتهم على الاندماج مع البيئة المحيطة وابقائهم في مأمن من الحيوانات المفترسة بدءوا رحلتهم في الصباح الباكر متحمسين لمعرفة ما سيأتي به اليوم وبينما كانوا يتشولون صادفوا غزالاً وقع في فخ انطلت الأم والأبقطط الرمل للعمل وعملوا معاً لتحرير الغزال شكرهم الغزال وركض بعيداً بعد ذلك واجهوا ثعباناً غير قادر على الحركة لأن ساقه كانت عالقة في شك استخدم الأطفال الأذكياء من عائلة القطط الرملية أقدامهم لإخراج الثعبان من الشك وانزلت الثعبان بعيداً ممتناً لمساعدتهم أخيراً صادفوا طائراً ضائعاً ويحتاج إلى المساعدة في العثور على طريق العودة إلى عشة عملت الأسرة معاً واستخدمت إحساسها الشديد بالتوجيه لتوجيه الطائر إلى منزله زكزق الطائر شكره حلك في السماء عندما بدأت الشمس في الغروب أتركت عائلة القطط الرمل أن الوقت قد حان للعودة إلى المنزل عادوا إلى وكرهم حيث احتضنوا ذهبوا للنوم مرهيجين لكنهم ممتنون للمغامرات التي مروا بها في ذلك اليوم لقد حلموا بكل الحيوانات الأخرى التي قد ساعدهم في المستقبل وهذه قصة عائلة قطط الرمل التي ساعدت ثلاث حيوانات محتاجة وجعلتها في المنزل بأمان عمّت مساء للنوم جيداً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر